طبعاً في كتير ناس بنعرفها و بنحكي عنها وفي ناس اللي ذكر عنهم الكتاب ولكن في كتير أمهات اللي ما بنعرف عنهم أي شيء اليوم في هذا الصباح وأنا عم بفكر في عيد الأم عم بفكر هيك في كونسبت جديد بفكرة طبعاً حكينا في كل موضوعات الأم إلى آخره ولكن يعني قلت له يا رب ذكرني إيش يعني الممكن واحد يشارك ورجعت ذاكرتي للطفولة أنا يعني أنا من سكان قانا الجليل وكان بيتنا يعني وين أنا ربيت بجانب كنيست العرس كان يعني وين المسيح صنع المعجزة الأولى وكنت بلعب في الشوارع القريبة واليوم بيسموها شارع الكنائس وطبعاً في هذا الشارع فيه كنايس كنيست ناثنائيل اللي هو من قانا الجليل وهناك أمي مدفونة بنفس المكان وطبعاً فيه كنيست الروم الأرثودوكس واللاتين وهكذا فيه مدرسة مشهورة هناك مدرسة الرهبات مدرسة الفرنسيس كان وحتى مديرة المدرسة هي قريبة أنا وعاوز اليوم أكرم أم يمكن مش الأمهات اللي منسمع عنهم سواء أرامل أو أم عندها أولاد ومنحتفل فيها يمكن كتير مرات بننسى أمهات من نوع آخر اللي بضحه اللي تركوا ملذات ومصرات الحياة وقرروا بكل بساطة أنه يخدموا الله ويخدوا نذر على حياتهم أنه يترهبنوا وما يتزوجوا وأن تكون حياتهم خدمة وأتذكر في هذا الشارع كان في عيادة نعم كان في عيادة لأن المرسلين من قبل كان بالأول يبنوا مدرسة اللي هي مدرسة الرهبات مثلا وين أنا تعلمت وين درست وفي عيادة هذه العيادة عيادة صغيرة ولكن دايما مزدحمة 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 من كلها يعني من كل القرى ومن كل الضياع في عنا بعض قرى البدو حتى قريبة على قان الجليل كانوا يجوا يا لجمال تلك الأيام الطفولة في راهبة اللي هي كانت معرفش إذا كانت دكتورة ولكن هي أكتر من طبيبة بصراحة لأنه كانت تخترع يعني المرهم وكل أنواع الأدوية وتساعد بشكل مجاني ومثل ما ذكرت المكان مزدحمة جدا الأغلبية الصاحقة طبعا مسلمين وبيدو ومسحيين والكل وما فيش مكان كانوا كله بيقعد في الشارع وكانت متل ما بحكوها في الإنجليز the good old days الأيام الحلوة لما كانت الناس في تعايش في محبة في سلام ما كانش فيها العنصرية الدينية أو السياسية متل اللي منشوفها اليوم المسلمين والمسحيين كلهن وكانت هاي الرهبة خدمتها أنه تعالج الناس مجانا أو بشكل يعني شكل بسيط ممكن الفاتورة ولكن كانت معطاقة جدا وتعطي الأدوية وتزور الناس واليوم طبعا الكبار الكل بيتذكرها يمكن مش مذكورة ولكن اليوم ملائكة السماء والسماء فرحاني بوحدة ضحة وأعطت كل حياتها من أجل بلد اللي هي قانا الجليل اسمها نسميها مادري جوفينا بالتلياني اللي هي الأم الجوفينا وطبعا فيه مثلها متايل ماذا نقول عن يعني الأم تاريسا في الهند التي أعطت وأعطت وأعطت وماذا نقول عن ليليان تراشر في ملجأ في أسيوت في صعيد مصر اللي اللي ضحت بكل معنى الكلمة تركت خطيبها في الولايات المتحدة وراحت تخدم كان الحياة صعبة جدا بين الفلاحين ولكن خدمت وخدمت وتبنت واحتضنت أطفال واليوم يعتبر صرح كبير مبنى ضخم جدا واللي خرجت منه أطباء ومهندسين وكل أنواع الناس من هذا المكان كله بسبب تضحية إمرأة أسمها ليليان تراشر وماذا نقول عن الأم ماجي اللي تركت كل أملاكها وعم تشتغل في حي اسم الزبالين في القاهرة في منطقة يسمى جبل المقطم أكيد المصريين عارفين عن إيش عن إيش بحكي فعلا يعني فيه شهادات وفيه بصمات اللي ناس بتضحي بتترك كل غالي ونفيس في حياتها حتى تكون بركة وحتى تكون عطاء لكل من حولها هاي الرسالة منسميها أنه هؤلاء الأشخاص نور للعالم وملح للأرض ورائحة المسيح الذكية في قانا الجليل هذه الرهبة جوفينا ماتت من زمان طبعا والعيادة سكرت ولأنه كل القوانين اليوم اتغيرت ولكن كل الجيل القديم بس يتذكر بيتذكر هذه الأم جوفينا اللي ضحت من أجل قانا الجليل تعالج مرضانا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر